التي التقيتها من عند وسمى الشخص الذي بعث له بالرسالة هذا ما كان تمرد الممشى تمرد الممشى هذه حاجة أخرى هي خاصة بالولاية الأولى وأنا في الحقيقة يعني أصارحك لا أمنح لنفسي أن أقول هذا ولو أنني أجيب باختصار يعني باختصار حسب ما أعلمه في هذه القضايا هو بعد موت مصطفى بن بلعيد رحمة الله عليه وقعت خلافات خلافات كبيرة هناك وبطبيعة الحال في مؤتمر الصمام لم تحضر الولاية الأولى ولكن ماهيش لم تحضر عن قصد كما يدعي البعض لأنهم كانوا منشقين لا هي لأنهما كانت الفوضى لأن جاءوا في زوج ممثلين نعم جمعت عمر بن بلعيد وهو أخو مصطفى وجمع أخرى لجاءت في جهة أخرى نعم ولكن تصلوا بأعمران ومجموعة أخرى ومنحهم النصوص التي تمت المصادقة عليها في مؤتمر الصمام ما جوش لأن الظروف موت مصطفى بن بلعيد حصلت ظروف يعني ماهيش لأن البعض ما زال إلى يومنا هذا لا يؤمن بأن فرنسا هي التي بعثت بالميدياع مفخخ البعض يقول لا بأن الألماني هو الليدار الميدياع المفخخ والذين كانوا ضد مصطفى بن بلعيد طلقوه في وسط الغابة ولقاوه الآخرين وجاء ووضعوه بن بلعيد ووضعوه بن بلعيد ما زال البعض يقول هكذا وهذه كي نقول لك أنا أحضرت في ملتقى كتابة التاريخ وكاني أشرف أن أكون مقررا للولاية الثانية والأولى والقاعدة الشرقية وقد سمعت منهم هذا الخلاف فجماعة تقول هكذا وجماعة تقول هكذا فالبعض يقول أن بن بلعيد قد قتل والبعض يقول لا بن بلعيد كانت مؤامرة من عند فرنسا وعلى هذا الأساس أنا لا يمكنني أن أدخل في هذا الموضوع لأن فيه إخوة ما زالوا على قيد الحياة نعم من الولاية الأولى لا يمكنهم أن يتكلموا في الموضوع بتوسع الوقت لا يكفي إلى متى يبقى السؤال مطروحا والشعب دائما هو من يطرح السؤال والناس التي تبحث عن التاريخ الجزائري الحقيقة تطرح السؤال إلى متى تبقى هذه المذكرات تحت التراب لا فالحق شوف سي حجي اليوم يذهب نعم القائد تل والآخر المجاهد تل والآخر نعم نعم ولا شيء يفهم على التاريخ أنا في الحقيقة العبد الضعيف ما منحقهش لإنسان يتكلم على نفسه كثير نعم ولكن كان لي لك مجاهد كذلك أن يكتبوا مذكرتهم هم يخافون حتى إن لم يستطف هم يخافون لا لا ما يخافوش لا لا ما يخافوش يعني الكثير منهم تغافلة يعني استهزاء منهم من قال أنني ضيعت الوثائق ومنهم من قال أنني بدأت أنسى لا ولكن السنة في كتابة التاريخ هناك وثائق وهناك روايات الثوقات لأن الرواية متاع إنسان يكتب الحقائق ما أجمع عندها أنه بالضرورة يجيب وثائق نحن في الثورة وشي من وثائق الوثائق اللي كانت عندنا إما تحرق هل نجمع نجمع الوثائق ثم عندما يأتي ناراتي ساجو ولا حاجة نحرقها ونزيلها بطبيعة الحال ما رحش تكون ولكن كان من المفروض أننا نعتمد على الذاكرة على الذاكرة ونكتب لأن في المستقبل كي يجيوا المؤرخين يعتبروا الوثيقة هي تلك المذكرات التي يكتبونها رجالات التاريخ وهم المجاهدون ولذا نشجعهم وفي الحق ويزارة المجاهدين راح يمشجع وفاتح الأبواب في هذا المجال التاريخ إلى حد الآن كتب على حسب أهواء السياسيين بكل صراحة هذا موش كي نختم سيدا محمد نعم بكل صراحة اسمح لي ولكن بكل صراحة هو أننا يجب أن نشجع المجاهدين حتى الذين لا يحسنون الكتاب والقراءة بأن يملوا على الآخرين لكي يكتبوا لهم لكي يكتبوا مذكراتهم لأن هذه المذكرات هي التي سوف تكون المراجع الأساسية في كتاب تاريخ الجزائر الحديث للثورة إلى هنا ما بقي لي إلا أن أشكر المجاهد محمد كشود في المنطقة الثانية مشاهدين الكرام رحمه الله رئيس المجلس الأعلى لدولة علي كافي يبقى دائما السؤال عندنا مطروحا في برنامجها الحقيقة هل من المعقول ألا يكتب التاريخ الجزائري هل من المعقول ألا تفهم الناس الحقائق التي كانت في وقت الثورة التحريضية الكبرى كيف لدول تحافظ على آثارها ومآثرها وحضارتها وكيف لدول أخرى لا تجد حتى تصانيف لكي تضحى في بعض المخزنات تقبل تحياتنا محمد طارح أرجو تقم رفق لي إلى اللقاء في برنامج آخر من برنامج الحقيقة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أدى انفجار بمراكب انتاج الخزف بوسط مدينة قلمة إلى تسجيل ثلاثة جرحة جزائري وإيطاليين حالة أحدهم حارجة وأصفر الانفجار عاشية الخميس على خسائر في المصنع إضافة لعدد من السيرات المحاذية له ويجهل لحد الآن سبب الانفجار لتفاصيل أوفريات تلتحق بنا الزميلة فاطمة الظهرة شماخ مرسلة النهار أبي قلمة فاطمة هل من تفاصيل عن الحادث؟ نعم منال انتاز مساء أمس وفي حدود ساعة ساعة واثنين واربعون دقيقة سكان مدينة قلمة على وقع انفجار عنيف وقع داخل غرط مؤسسة إطار الجزائر مراكب الخزف المنزلي سابقا مما أكثر عن إصابة ثلاثة عمال منهم اثنان من جنسية إيطالية تتروح أعمارهما بين خمسون سنة وثمين خمسين سنة بحروق متساوتة الخطورة نقل على إثرها إلى مصلحة الاستاجلات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي بي قلمة فيما أصدع عن أمن ومقايا من جنسية جزائرية بحروق